يقال كثيرا بأن الغرب يعيش أزمة روحية وأنه انشغل بالجانب المادي وأصبح يعيش عالما جامدا ليست فيه مشاعر ولا عواطف ويتعامل في كل تعاملاته بطريقة مادية وأن هذا الشعوب تمر الآن في أزمات نفسية عدد كبير من أفراد وهناك حالات طلاق وتحل الأسري وانحلال أخلاقي هل هذه الصورة حقيقية؟ ولماذا يتم إثارة هذا الموضوع بدلا من أن ينتبه الإنسان إلى نفسه وبدلا من أن ينظر إلى الجانب الإيجابي أو بدلا من أن يحاول أن يفكر بطريقة عملية وعقلانية كل ما أصدقائي هذه الحلقة السريعة ضمن سلسلة أو قائمة تعليق على تعليق في فيديو نشرته قبل فترة فيديو قصير دقيقة واحدة وهو جزء من فيديو كان لقاء لي مع صديق آرنس سوليم قلت فيه بأن الصراع الآن مع الغرب هو صراع حضاري فلنستمع لهذا الفيديو لمدة دقيقة وبعد ذلك ستناول موضوع الغرب وألاقة العلم بالروح والدين بالروح وهل أن هناك فعلا علاقة بين الدين والروح يقال بأن المسألة الروحية هي مسألة دينية فأنا هذا المسأل أحاول أفكك هذا الموضوع وأفهمه تماما وهل أن هناك موضوع يسمى أزمة روحية أو أزمة دينية أو أزمة علمية فخلينا نشوف هذا الموضوع وأول مرة نستمع إلى الفيديو صراع الأساسي الآن هو صراع حضاري علمي تقدمي تكنولوجي لا علاقة له بالله ولا بالأنبياء ولا بفقه الله ولا بشريعة الله ولا كل هذا الكلام الناس تشعر بهذه القضية ومشكلة الوحيدة صراع الأساسي علمي تقدمي تكنولوجي لا علاقة له بالله ولا بالأنبياء ولا بفقه الله ولا بشريعة الله ولا كل هذا الكلام كان هناك من التعليقات كثيرة أحد التعليقات اللي شفتها قبل قليل وهو قال فيه الصديق ما احترام من رأيك يا أستاذ عندي بعض الأسئلة البشرية كلها يقول رغم تقدم العلمي والصراء الحضاري إلى آخره ليست سعيدة يخصد البشر ليسوا سعداء هو السبب أن الناس تعيش بالماديات بالفلسفة بالفكر والغرب أوروبي أمريكي جربوا لقرون طويلة العيش بدون الله ما هي النتيجة لمجتمعاتهم هو هذا السؤال طبعا بالنسبة لهو يعتقد الآن مجتمعاتهم في حالة سيئة يقول من وجهة نظري أن لابد أن وجود التساوي في كفتي الميزان الإنسان لا يستطيع الحياة بكفه الأولى بدون الأخرى لأنهما ضمن احتياجاته المهم يتحدث أن العلم والتكنولوجيا والتقدم الحضاري الماديات هذه كلها الروحانيات أساسية ولكن يجب أن لا يفرط الإنسان في جانب على حساب جانب الآخر هذه الفكرة مالت العامة طبعا وهذا الخطاب منتشر بكثرة ويبدو أن هناك من ينشره بهذه الطريقة وجوابي للصديق ما هو جوابي أقول له أن أولا هو من يعني إحنا عندما نتحدث عن أن هناك أزمات روحية للغرب فهذا يعني بأنها لا نقال من أزمات روحية مثلا أو أن شعوبنا هي في حالة نفسية جيدة فثم هؤلاء الناس الذين ذهبوا إلى الغرب وان واحد من أتهم وعاشوا يعيشون في الغرب الآن منذ سنوات هل هم يعني ذهبوا إلى الغرب بسبب أنهم يعني كانت أزمات روحية أم أنهم وصلوا الغرب لكي يشاركوا الغرب في هذه الأزمات وهذا سؤال مهم يعني أنت عندما تعيش بطريقة جيدة فهل هذا يعني أنك ستعاني من أزمة روحية هل يعني أن تعيش بطريقة مرفهة أو فيها احترام لحقوق الإنسان وفيها احترام لحقوقك واحترام لك والأبواب تفتح لك وبشكل متساوي مع الجميع وتبقى أنت وقدراتك وطاقاتك هل هذه مسألة تضرب الروح مثلاً أو ما يسمى بالروح وهل أنه عندما تبني نفسك وتخطط وتنظم عملك على الطريقة وفق قواعد العلم والحضارة والتحضر والتي وضع أسسها الغرب الآن هل أن هذا سيؤدي بك لأن تعيش أزمة روحية هذا كلام ساذج وسطحي ويبدو واضح أن هؤلاء يعني الناس يتعرضون إلى غسيل دماغ يومي من قبل الأبواق الإعلامية التي تبث جائماً لهم هذا الخطاب الغامض الذي لا قيمة له أيضاً هذا المسألة توضح أنه أيضاً أنه نحن كم مبتعدين عن العلم والمنطق كم نحن كأنما نفتخر أو نعترف ضمناً بأننا لا نعترف بالعلم ولا بالعمل ولا البعث العلمي وهذا يعني واحد يوضح نفسه بنفسه بشكل مبطن لكن هو واضح أنه يقول لك أنا فخور بما أنا عليه وبأنني سعيد بهذه الروح وأنني لا أعاني من الزمات روحية مثل الكفرة أو هؤلاء الذين تخلوا عن الدين وأننا نأفضل منهم في النهاية يعني هي الطريقة الحجاجية أنا أفضل منك وأنت أفضل مني هذه الطريقة الطفولية بالمعايرة أو التعاير المتبادل بين الطرفين يعتبران بعضهما البعض خصمين لا يمكن أن يلتقيها ولا يمكن أن يتفقها ثم السؤال الآخر يعني المهم جداً لماذا هذا الربط بين العلم بالروح؟ يعني لماذا أو السؤال ما هي علاقة العلم بالروح وخرافة الروح؟ أيضاً من قال بأن العلم ليس فيه روح؟ يعني هذه الاختراعات واكتشافات والناس الذين يدخلون المختبرات ويصعدون الجبال يرتقون الجبال ليقيسوا درجات الحرارة ويبحثوا المواد ويذهبون إلى أقصى ما تسمح به البحوث الإنسانية ويكتشفون العاجيب ويفعلون العاجيب ويصنعون العاجيب والأشياء التي لم يكن يحلم بها الإنسان هل هذه كلها لا علاقة لها بالروح؟ يعني هذا الدأب الداخل عند الإنسان وهذه الرغبة بأن يكتشف وأن يتعلم ويبحث وهذه من أين تأتي؟ هل هذه تعب عن أزمة روحية؟ أو ما يسمى أزمة روحية؟ بالأكد تعني بأن هذا الإنسان متوثب يرغب بالمعرفة مزيد من معرفة مزيد من العلم مزيد من اكتشاف مزيد من المساهمة في حل مشاكل الناس وتقديم ابتكارات جديدة وبحوث جديدة ومكتشفات جديدة هذه كلها لا علاقة لها بالروح وعدما هو مجرد لأنه يستخدم نظريات علمية ويضع فرضيات ويكون عمل منظم هذا معناته هذا الإنسان جامد أو روبوت لا يفقه ولا يفهم شيئا أو أنه مجرد من الحس هذا يعني هذا أنا أعتقد من يتحدث بهذه اللغة هو إنسان ساذج طبعا لا بد طبعا هو التهمة جاهزة يقول لك أنت تدافع عن الغرب راح تناول هذا الموضوع لأنه جزء من اللعبة هاي جزء من اللعبة تحويل الآخر إلى خصم وعدو وبعد ذلك كل من يحاول أن يكشف الحقيقة يتحول إلى شخص خائن أو يصور بأنه هو شخص يحاول أن يخرج الناس من ملتهم أو دينهم أو يحاولهم إلى كفر وملحدين على حساب أمتهم وشعبهم وجماعتهم هذا الصورة العنيفة أو الصورة الحيازية الإدائية التي تقوم على أساس أن هناك حرب مستمرة بين البشر جميعا وأن هؤلاء في حزب الكفار وهؤلاء في حزب المؤمنين وأن الصلة بينهما لا يمكن أن تحدث ولا يمكن أن يكون هناك تفاهم على أي مستوى هذه الصورة دائما نرسخها في دهن الناس بحيث الناس أو هذه التعليقات التي تجيني تكشف مدى التجريف الوعي داخل عقول الناس وتحويلهم إلى آلات تتحدث أو ريكوردات أو مسجلات أو تسجيلات تؤيد الكلام نفسه الذي يسمعونه يوميا من مساجد أو من وسائل الإعلام المدعومة والتي دائما تحص على تجريف الوعي وغسيل الدماغ وتكرار الأكاذيب نفسها يوميا وأننا نحن الأفضل شوفوا الآخرين هما أتم أزمات أتم منحلال أتم كذا وكذا طبعا لا بد أن تجد أشياء كثيرة جدا هما ليس سواء أنا أو أنت أو غيرنا لا توجد ملائكة على الأرض فعندما ينتقد الآخرين أو يجد لديهم مشاكل فهذا يعني شي عجيب شديد من أجمع هل أن الناس أو المجتمعات في الغرب لا يعانون من أزمات؟ هذا هو عندما تقول أن الغرب يعاني من أزمات وهو الآن في أزمة كبيرة والحداثة وصلت لحدها الأقصى وما على ذلك بعد شوية سأتحدث عن شخص تحد اسمه الكمبوري مفكر يقول يقول أن الحاداثة هي وصلت إلى أقصى أزمته والغرب يعاني من أزمة خطيرة سأتحدث عنه لكن أين المشكلة أن إنسان يعاني من أزمة؟ شنو المشكلة؟ طبيعية والحياة بأكمل هي عبارة عن أزمة والوجود الإنسان في هذه الحياة وأن تكون إنساناً عليك أن تسعى وأن تعمل وأن تفكر وأن تخطط هي هذه أزمة لا يوجد إنسان لا يعيش أزمة لكلنا نعيش أزمة نصحه في بحر من الأزمات يعني هناك أزمات كبيرة جداً وإن هناك أزمات خطيرة جداً هو الإنسان هذا التكوينه بالعكس الإنسان هو يعني يكتشف ذاته في الأزمات الإنسان هو يرتقي بذاته يرتقي بروحه قدما توجد أزمة لهذا السبب الغرب قدما تقوله في أزمة هاي ليس السبب بالعكس هذا شيء عظيم مادام عنده أزمة معناته ويعي أنه هناك أزمة يعي أنه عليه أن يفعل شيئاً وعلى هذا الأساس الناس تطورت ليس الغرب فقط اليابان الصين الدول العالمية يأكمل عدد دول المسلمين التي يسيطر عليها الشيوخ رجال الدين في الشوارع وجوامع هذه الدول فقط التي بقيت الآن مؤتقلة ومختطفة من قبل رجال الدين وعليهم أن يطلقوا صراحة الناس لا يكذبون على الأقل لا تكذب فقط لا تكذب كن خلوقاً كن امتلك أخلاق الفرسان أو أخلاق المحاربين على قليل السبب وما دام أنت صورت المشاكل بين الناس على أن هناك طرف عدو وهناك طرف صديق وهناك مؤمنين وطرف وكافرين أو كفار فما يخالف خلص تكون عندك أخلاق الفرسان تحدد بصدق قل أنا أزماتي ومشاكلية وعدة 2-3-4 لا تأدى أزمات أنت فرحان بها يعني ولماذا تتمنى الشر للآخرين وهذا الآخر هو أيضاً الآن ينفعك عندما صارت مشكلة كورونا من الذي قدم لك اللقاح هم هؤلاء الذين تعتبر أن لديهم أزمة فعلينا أن نكون أقلانيين ليس الهدف دائماً أنه نطعن في الآخرين لأنهم آخرين فقط بالعكس الآخر هو مكمل إليك أنت لا ترى نفسك إلا من خلال الآخر كيف نرى أنفسنا كيف نكتشف أخطائنا كيف نحاول أن نتطور ونتغير أن لم نجد هناك من يختلف عننا الاختلاف ووجود الآخرين الآن أصبح مصدر قوة لأنه يضيء جانب أنت لم تره من ذاتك ومن روحك ومن منجزك علينا أن نشيء هذه الثقافة النقدية فيما بيننا وهذا هو هكذا تتطور الأمر إذا ما تيجي مثلاً على دولة مثل السنغافورة واجهت مشكلتها كانت دولة يعني عبارة عن منطقة للنفايات نفايات ماليزيا والدول الأخرى وكل تخلى حتى المستعمرين قالوا هذه ما بدنا إياها خلصونا من أجه لكن حتى بريطانيا إجاء هذا الحاكم توسر في بريطانيا حتى تبقى قواتها موجودة في سنغافورة وقد استطاع بعد يعني بعد عقد أو عقدين تحويلها هذه الدولة إلى من أكثر دول العالم تطوراً وتقدماً وأكثر المواطنين فيها ممن لديه يعني إنكم أو لديه معدل دخل سنوي يعني أعتقد هم رقم واحد في العالم أو رقم اثنين بعد قطر المواطن العادي هناك أدى مورد سنوي يعدل أعلى في العالم فأنت كيف تحول هذا عندما اكتشف ووجد أنه هو يعاني من أزمة بدلاً من أن يهرب ويصدر أزماته للآخرين أو يتهم الآخرين بأزماته أو يعير الآخرين بأنهم لديهم أزمات وأنه أفضل منهم بالمقارنة فبالتالي يعني واجه نفسه والإنسان عندما يواجه نفسه يتطوع المواجهة مع ذات هي الأساسية لأنك لم تواجه ذات كيف تواجه الآخرين أو كيف تقدم شيئاً متميزاً أو موازياً لما يفعله الآخرون يعني من يتحدث بهذه اللغة هذا يكشف عن هو الذي لديه أزمة لديه أزمة إنكار للذات إنكار لواقعها السيء هروب من مواجهة ذات تلقى التهم على الآخرين وكل من يتحدث أنا أعتبر بهذه الطريقة يعني يعني يثير يثير يعني شفاختي بصراحة أنه المتحدث هو ضحية أعلام ديني مزيف وأعلام سياسي وعقائدي مزيف ليس الدين والدين وأدات من الأدوات الأخرى هذا الشخص الذي يتحدث هو الأغلبية طبعاً تحدث بهذه الطريقة هؤلاء ينقلون ما يقال لهم يومياً حال درجة أنه باتوا يصدقون هذا الكلام ولا يتجرؤون حتى لو وعوا أن ما يقولون أنه غير صحية لا يتجرؤون على قول الحقيقة بل أنهم نسوا الحقيقة أصلاً فهناك من أيضاً يعني السؤال حتى نعرف حجم هذا غسل الدماء كم من الناس يخرجون في الفضائيات وعلى حتى بالسعيد الحياة اليومية من من هؤلاء لمن يتحدث علناً عن منجزات الغرب ويقول أن ما لدينا هو سيء وعلينا أن نبدأ بخطوات حقيقية من أجل هذا الأمر وعلينا أن نقول لمن يقول لنا في الجامع أو في الدائرة أو في العمل علينا أن لا نتبع الغرب في فيما أنجزه ونحاول أن نتفوق عليه فيه من يفعل هذا؟ لا بالعكس بل نحن نصفق لمن يقول علينا أن لا نتشبه بالغرب وعلينا أن لا ننبهر بالغرب وأن هذا الانبهار بالغرب المنبهر من الغرب مثل ما يقول السيد القنيبي الذي غسل أدمغة الملايين هذا الرجل يقول لا تنبهر بالغرب يعني أنبهر بك أنت أنت الذي قدم لنا داعش مثلا أقصى ما تقدمه أمثال القنيبي ماذا يقدمون لك؟ أقصى أقصى شيء يقدمه لك القنيبي وأمثاله يقدم لك إما نموذج القائدة نموذج طالبان يقدم لك نموذج ولاية الفقية من جانب الشيعي يقدم لك نموذج الداعش وحزب الله هذه هي النماذج التي يفاخر ويجادل بها ويقول على أننا نبهر بالغرب وأوكي نتبعك أنت وأمثالك نتبع الزرقاو نتبع بن لادن ونتبع هؤلاء ونتبع ما يقوله الشيوخ متبعناهم يعني إحنا جربناهم جميعا ورأينا ما فعلوا أيضا جربنا الجماعة القوميين من عبد الناصر وصدام وغيره والضباط الأحرار وماذا حصدنا لابد أن نكون واقعيين لم نحصد إلا الخراب وإلا الدمار وإلا الكذب على الذات قبل الكذب على الآخرين والدعاء أنهم في أدهم أزمة فيك خير أن تتحدث عن أزمتك عن الكارثة الفضيحة التي أنت فيها جالسا بدأما يقوله نحتاج أخلاق نحتاج صدق نحتاج صراحة الأخلاق نحتاجها حتى نشعر بأنه الآخر ليس عدوا وإن كان عدوا يجب أن نصل الاتفاق معه وإن كان منافسا فيجب أن لا نكون ندخل في حرب وأزمات كبيرة أن نحن في غناء عنها أن نتفهم مع الجميع أن نجد خطوات بينها ومن آخرين أن نحترم الآخر مثل ما نحترم بعضنا أن نتسامح مع الجميع وهذا من جانب الصدق أن نكون صادقين في أقوالنا أن نكون شجعان في هذا الصدق ونمارس الصدق في أعلى مراحلة لا حاجة للكذب لأن الأكاذيب هي موجودة كل حياتنا عبارة عن أكاذيب فإن لم نتخلص أو نزيح الأكاذيب الظاهرة والباطنة لن ننجح تماما هذه أغلفة تغلف حياتنا وتخنقنا وتمنعنا أكسجين الحقيقة وأكسجين فهم ما يحدث حولنا يعني أكسجين الصدق هو أو أكسجين الأخلاق هذا الأخلاق الحقيقية ليس الأخلاق الدينية لأن أخلاق الدينية لا يوجد دين لديها أخلاق هو أصلاً هو ضد الأخلاق الدين ثم أمر آخر حتى لا أطول الكلام أقول لماذا نتحدث كما قلت عن أزمات الغرب وكأنها غير قابلة للعلاج يعني كنت أنه ما في مشكلة بالأزمات والأزمات مسألة طبيعية فإحنا تتحجز ضدهم نوع أزمة 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 مشكلة فبالعكس هم اللي يقولون لك نوع أزمة وليس وليس اكتشاف من عندك التحدي هاي الأزمة التي أنت تدعي بها لديهم وهم الذين يتحدثون هم الذين يتحدثون أن لدينا عن حلال في قضية كذا أدنا مشكلة علاقة بالمثلية مثلاً وهاي أزمة نعيشها وخلاف شرز جداً في خاصة موضوع الجندر والمثلية وما لذلك وأنا أندي حلقة رح أقدمها عن هذا الموضوع وهو موضوع طبعاً لا يعنينا طبعاً لأنه وعدة من الأشياء يعني بيننا وبينهم قرون في هذا المجال هم وصلوا إلى قضية مسألة الجندر هاي مسألة هل لنفهمها وأنا ما أفهمها يعني مش بس يعني أنا أعتبر نفسي شوية يعني داخل في هذا المؤترك وأدي طلاع عليه لكن لا نستطيع لا نفهمها فأنا أنصح الجميع بعدم التدخل فيها لأننا لا تعنينا فهو مجرد يعني نرفحها كشعار للطعن في الغرب وأعتبر أنه يعني وجدنا شيء ننتقد فيه الغرب هذا لا هذا الشيء مضحك وبائس ويدعو كل من يعني يحيل كل من يتحدث بهذه الطريقة أعتبره يستحق الشفقة لأنه ما عنده شيء يعني هو مفرغ لا هو أدى قوة لا أدى فهم لا أدى ألم لا أدى مخترع يفتخر به هو هو لا شيء أو تحت لا شيء أصلا فعدما يأتي ويعير الآخرين بقضايا هم 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 يثيرونها هم من يعتبرونها قضية مهمة و ويعتبرها أزمة يجب أن تعالج فهم مثلما مروا بآخر سنة مروا بعشرات المشاكل لكنهم كانوا كان سلاحهم دائما الصدق فيما بينهم ومن يكذب ومن يعني أنا أتذكر كلينتون عندما كذب وقال لم يكن لديه علاقة مع فلانا ولم أمارس معها الجنس راح مونيكا أعتقد هي المشكلة كانت مش من ممارسة الجنس مع المرأة كانت مشكلة لأنه كذبة لا يجوز أن يكذب رئيس دولة يكذب بهذه الطريقة ويكذب علينا وممكن بالسياسة الخارجية أنا ضد الغرب من أولا وآخرا ضد جميع السياسيين غربا وشرقا يسارا ويمينا أنا لا أحب السياسيين فلا يتهمني أحد بأنني أنا يساري أو يميني هاي الأشياء ما أفهم بها بصراحة هو السياسة كلها أنا ما أحبها بس عموما بس عندما أتحدث عن الغرب أتحدث عن المنجزات الهائلة المدى التقدم الروحي الروحي فعلا تقدم الروح الذي مر بالغرب مسألة من العار أن نتجعلها شوف تتحدث معي إنسان غربي في الغرب في الدول المتقدمة تحدث تجده في قمة الخلق في قمة الرزانة والدقة في الكلام ويجيد التعامل مع الآخرين لأنهم من الطفولة هو يربون بهذا الطريق الأخلاق العالية لهؤلاء صحيح هم أتحدث أشياء سيئة طبعا لا يعني بحدود مليار يعني مش بواحد واثنين أجهم أشياء أتحدث حالات صعبة لكن عموما المستوى الأخلاقي الاحترام فيما بينهم احترام الآخرين أين كانوا وصلوا إلى مراحل متقدمة متقدمة عنا بقرون أصلا مش يوم ويوم الليل من طفولة الإنسان عندنا يتربع على أن يكون عدواني عن أي مختلف يرفضه أن يكون عنصري أن يعتبر نفسه هو الأفضل والآخرين كلهم هم مجرد خدم عنده أو ناس كفر أو يعني لابد أن يصمهم بشيء نحن ناس نكتفي بالحديث عن الآخرين ولا نجد مواجهة أنفسنا في المرآة ثم سؤال آخر بعد الفاصل لماذا يتحدث عن الزمات الغربة وكأنها غير قابلة للعلاج ثم يعني من قال أن الحل يكمن في التمسك بسخافاتنا الدينية والروحية والأسطورية والخرافية بعد الفاصل كما قلت نحن نتحدث عن الزمات الغرب وكأنها غير قابلة للعلاج وأن بالمقابل نفترض بأن هذه السخافات الدينية والروحية التي نسميها روحية ودينية وما لذلك ونسميها أن الحل فيها وأننا سعداء بهذه المعتقدات التي نؤمن بها والتي يتم حقنا بها يوميا في الشارع في السوق عبر وسائل الإعلام في مئات بل آلاف الأجهزة الراديو والتلفزيون والمحطات الفضائية نصرف مليارات على هاي الأشياء كل هذه نعتبرها هي هذا العلاج الصحيح وكأننا نحن في خير عميم ونحن في أعلى رتب الأعلى بين الأمم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الدول أو مستوى المجتمعات هذا كلام بالعكس هذا إنكار هذا الشيء هو هذا الأزمة هو تعبير عن الأزمة من يتحدث بها الطريقة هو الذي يعبر عن أزمة أزمة أخلاق أزمة صدق أزمة صراحة أزمة مواجهة مع الذات فهذه يعني بالعكس هذه أزمة الأزمات هي هذه أننا ننكر ما نحن عليه نحن نعيش في مستنقع من الانحلال الأخلاقي الانحلال حتى الديني الانحلال السياسي الانحلال الاجتماعي الانحلال جميع أنواع الانحلال العقلي الانحلال الجسدي حتى الجسدي أيضا فهذا كله ولا نشعر شنو معناها ما معنا هذا هذه أزمة الأزمات هذا يعني ما أعرف كيف يعني حتى خارج الوصف كلها حتى نفسيا عندما ترؤ العلماء النفس لا يمكن أن تسمي هذا المسألة بطريقة عدام للوعي حتى عدام للوعي هم مش يعني مش كده يعني كما يقول المصريين فبالتالي أن من يتحدث عن وجود أزمات عدى الغرب ويفرح بأنها ويصور للآخرين بأنها غير قابلة للعلاج من قال أن أزمات الغرب غير قابلة للعلاج ليس مديحة بالغرب أتم سيستم أتم أنظمة يواجهون كل الأزمات ويضعوا لها فرق ويضعوا لها حلول ويضعوا لها سيستم كامل ثم من الذي أي واحد عدى أزمة وعدى مشكلة ذاتية عالم الناس مرات أروح أي مشكلة عدك كعابة عدك شوية عدك شوية الزعاج مثلا من قضية أو أتم ما عندك يعني يجي مثلا في لحظة من اللحظات مثلا بعض الأحيان أعرف أصدقاء يعني مثلا ما أجبى يطلعون البيت عارف أحد ما أجبى بقى سبوة أو ثلاثة ما أجبى يطلعون البيت ما أجبى يشوف أحد فراحل للطبيب وده فحص ظل سنة كاملة يروح فحص ومجانا كلها مجانا هذا هاي أزمة هم تتبر أزمة روحية شو سموها أزمة نفسية والرجل أيضا كان متدين متدين جدا يعني ما علاقة الدين بالموضوع يعني كما قلت الربط هذا الجزافي هو ربط إلى علاقة بهذا التكوين الأدواني أو النشأة الأدوانية التي يحرضنا عليها رجال الدين ورجال المنابر ولدين دائما يقول لك نحن مختلفون وهؤلاء كفر ونحن المؤمنين وهؤلاء يعني هذا هذا رجل دين جيد ومتسامح يقول لك يعني هم في حال ولهم دينهم ولنا ديننا ولنا ديننا وكأن هذا هذا أحسن واحد بهم هذا يخليك تشعر على الأقل أنه الآخرين لهم دينهم لكنهم سيئين دائما طبعا النتيجة واحد يعني الأفضل هم سيئين فبالتالي من يتحدث بهذه الطريقة هو يمدح الفشل ويمدح الكسل ويمدح المستنقع الذي نعيش فيه ولا ولا يتجرأ أحد على أن يتحدث عنه ويقول أنت عندما تقول يا بأ أنت شوف الغرب هذا المستنقع اللي عايش به لماذا لا يتحدث يا قنيبي وأمثالك عن هذا المستنقع لماذا لأنه هذا المستنقع هو الذي أنت تعيش فيه لأنك أنت متنعم بعوائج هذا المستنقع هذا المستنقع أنت الذي تريد هو أن يبقى مستنقعا وإلا فلن تكون لك فرصة فيه مهنة القضية هذه واضحة هو كل مكاسب هم عايشين من وراء هذا المستنقع لأنهم لا يجدون ما يفعله الغربي الذي ارتقى معرفيا واتقى روحيا روحيا لاحظ وارتقوا إنسانيا وارتقوا أخلاقيا وارتقوا معرفيا وحضاريا وعلميا وبحثيا صحيح السياسين من علاقة السياسين هم كذابين من الله خلقهم يعني سواء لدينا أو لديهم وفساد سياسيين ما شاء الله يعني لا يفوق فسادهم مئات المرات ليس لأنهم هناك جيدين لكن لأن هناك رقابة وهناك توزيع وتقسيم للسلطات فبالتالي أننا يكفينا أن نحتكم لغبائنا وفشلنا ويكفينا ومن يتهم الغرب بأنه هكذا وقد لديه أزمات علي أن يعرف بأنه هو الذي لديه أزمة وهو ليحاول أن يخفيها ويشغل الناس بالحديث عن أزمات موجودة عد الآخرين الآن خلننا نقول هذا كله يعني خلفت رضعان هم قد يقول بعضك كذا وكذا ومتحامل ومؤيد للغرب منبهر أنت من المنبهرين يعني طبعا كأنما من يقول منبهرين كأنما انتهت يعني هذا لا يناقش الموضوع أوكي خلن نقول مثلا أنت من المنبهرين زين ما هو الحل الحل أنه نبقى معكم كما قلت نسير وراء القنيبي وراء ابن لادن وأمثاله لوراء القرضاوي لو وراء الإخوان لو وراء السلفية ما الذي جنيتهم من السير خلفهم عمليا ما الذي جنيتهم وليس خلن نفترض هم أفضل الناس خلن نفترض أن هؤلاء أولاد القاعدة أولاد داعش وأولاد السلفية وأولاد الإخوان وأولاد ولاية الفقه هم أحسن ناس لكن هؤلاء ماذا لديهم ليقدمه لكم هؤلاء لا لديهم مجرد صلوات وتعالى فرائض وأقصى شيء يقدم لك يفصل بينك وبين بقية البشر ويجعلك إنسانا منعزلا كارها للعلم منصرفا فقط لأداء الفرائض واتباع الآخر اتباع رجل الدين اتباع الطفل لأبيه واتباع الشات لراعيها والخراف لراعيها ورعيانها هوها هي حضرة الدين التي يجب أن تبقى فيها لن يقدم لك شيء هذا أقصى شيء ما عنده شيء آخر بدليل أنه وصله بالحكم سلموا حكم بس وصلوا الحكم واتهى هو هذا الدين هو يوصل الدين هي هذا أقصى شيء يصل إليه الدين أو المشروع الديني إنه يسوي لك يوصل إلى الحكم ويحكمك ويقول لك إنه اتباع الدين واتباع تعالم الدين انتهى الموضوع هذا اخصى شيء يعني الدين ليس لديه اكثر من هذا احنا نتوهم اشياء بالدين هي غير موجودة فيه هو هذا حدود الدين يعني يسوي جماعة متماسكة اي شيء اخر لا لا يعني تبقى التعليمات والمقدسات والقرآن والتوراة والمهاب هارتة وال والزندفين يعني الكتاب السيرادشتي رحمة باري اهورا مزدو جماعته وافسته وغيره هاي الكتب كلها والنصوص والمقدسات والفرائض والذهاب الى الجوامع والمعابد هاي كلها عشان يسوون جماعة ويقوتها الشيخ او يقوتها امام او يقوتها حبر او حاخام او اي شيء او بعد ذلك يجي رئيس او خليفة هاي كلها ليس اكثر من هذا يحول الناس الى قطيع وحضيرة حضيرة مؤمنين وراعي وراعية هذا اقصى شيء للدين يعني في افضل يعني في افضل افضل صورة ايجابية للدين هي هذه وهذا يطلب تدمير كل شيء اخر ضد الدين وهذا هذا النمط البدائي بالتفكير فبالتالي ان دين حتى في افضل حالات لانه يقدم لك شيئا ممكن كما يقولون لانه يقدم لك علاج روحي يعني وهي ايضا كذبة لان الكذبة هي يعني ما علاقة الدين بالروح بالعكس الدين هو اكبر اعداء الروح واذا افتراننا مثلا الدين هو الانسان وجسد وروح حسب الرواية الدينية وهي هاي الرواية الدينية التوحيدية لك انسان جسد والروح والروح تعود لاباريها وهي اصلا مسروقة من فيذاغورس يعني بالقرن الخامس قبل الميلاد اولا قال انه هناك جسد وروح وهي الروح هي كذا والروح الكلية وجاء فلاطون طور الموضوع وبعد ذلك اخذوا الموضوع من اليونان وانتشر لدينا واليونان كان يعني المستطارات اليونانية تارسة السورية من سوريا على البحر المتوسط كله كان يونان من قرن الرابع قبل الميلاد من ايام قبل اسكندرستان من ايام المصري اصلا ايام الفراعن يعني هم محتلين منطقك وهم نشروا هاي الثقافة والفلسفة الهلينية وانتشرت فكرة انه هناك انسان وجسد وروح واخذوها المسلمين واشتغلوا على هذا المجال فبالتالي انت اذا ما تحدث عن ان انسان فيه روح الدين هو عدو الروح لانه كيف تشكل حضيره كيف تشكل رعيه وكل شخص لديه روح روح يمناته انت روح خاصة يعني من اسمها فهذا الروح وحتى عدو حتى بالدين نفسك من تطلع روحك راح تتحاسب لوحدك فبالتالي الروح لابد ان تكون متفردة هو عدو الروح اذا كان ما رج روح اذا انت عندك روح خاصة بيك واعترف بيها انا ماذا افعلانك انتهى الموضوع ملاقي مالي اي شيء وبالتالي الدين هو اكبر اعداء الانسان وعدما يقول لك روح اقرأ على الانسان انسان شرير بطبعه الصورة التي لدى الرجال الدين عن انسان شرير بطبعه ونفسه اماره بالسوء ودائما يقول عود بالله من شر أنا ومن قولة أنا وما لا ذلك واللهم قرني قني او شر نفسي وما لا ذلك عود بالله من شر نفسي وما لا ذلك فبالتالي لماذا لك انسان عند حاجات ماذا الديني ضد الموضوع لأنه الإنسان عنده حاجات خاصة به وأدى رغبات وأدى أشياء فإذا هذا رغباتك تتحققها وتحقق سعادتك كما تشاء وتحقق شخصيتك فبالتالي هذا راح تتعارض مع الجماعة لأنه يدين يدي يسوي جماعة فكيف يمكن أن تكون لديك طاقتك وحريتك الخاصة وتشترك في جماعة لن تشكل جماعة وحتى ذا شكل الجماعة لن ينجح هذا التشكيل كل حزب من ما لديهم فرحون فرحت تدين فرض عقد الجماعة وهذه المسألة كانت حيوية وقاتلة لأي جماعة في ذلك الزمان الدين الذين لديان المذاهب أو الأفكار التي نجحت وبقيت هي الأجيان الموجودة حاليا التي استطعت أن تشكل جماعة قوية ومتواسكة بحيل بأكاذيب بصلوات بفرائب كل هي حصيلة الطرق نجحوا فيها في قولبة عقول الناس وغسلها فبالتالي هذه القضية يجب أن نفطن لها حتى أختم وشوف ماذا يقولون مثلا عن موضوع الانبهار بالغرب وكيف يدمرون وعي الناس سوف نشوف بحث عادي راح أكتب الغرب مثلا يعاني من أزمة روحية فنشوف شو راح يطلع سألنا جوجل عليه السلام الغرب يعاني من أزمة روحية طلعت الناس راح نختار الكمبوري الكمبوري يقول الحداثة الغربية تعيش أزمة فكرية هاي أول شيء أول ما شوف هاي طلعت لنا أول واحد راح نختار أول شيء وثاني شيء حتى نختم الموضوع الجزيرة طبعا ما شاء الله جزيرة هاي أدى ما تنعدم الأخلاق في الأزمات تضمح للحضارات والفلسفات لاحظ الأخلاق أدى ما تنعدم كأنما يتحدثون عن أنفسهم والله ما أعرف لو يتحدثون عن الآخرين اللي ما أعدهم أخلاق هني شوف شوف ماذا يقول يقول أدى ما تنعدم الأخلاق هذا العنوان الرئيسي بله شيقول يقول تضمح لحضارات هالفوزي بن حديد هاي سنة 2020 شيقول يقول كثيرا ما شنف الغرب آذاننا شنفه لا هذي شنفه هاي واضح يعني أبو شنفه شنف الغرب آذاننا بتقدمه وحضارته التي بلغت الآفاق يعني يعترف أوكي وده هو قمت الغرب تفاخر بهذا الموضوع أنا ما أعرف يعني هو يفترض هذا الشيء بالنسبة إلى هو هذا يعني الغرب دائما يتفاخر بتقدمه وحضارته كيف فعله هذا ما أعرف أنا ما شفت رئيس دولة أو واضح قال احنا متقدمين عليكم وانتم متخلفين ما شايفان أنا الحال أنا ما شايف أنتو ذكروني جوز بعض السياسيين التافين وجوز ترامب يسويها لأنه ترامب حتى شعبه محرج من صراحة حتى دقاء الله وصحيبه بس ما يقوله وكثيرا ما كنا نسمع ونقرأ أن الغرب صاحب الديمقراطيات شوف الصاحب الديمقراطيات يعني الديمقراطيات شيء جيد بس هو الغرب يدعي أنه عند الديمقراطية تخيل هو شوف عشان يقلب الأمور على كل حال وكثيرا ما أعجب المسلمون وغيرهم بتعامل الغرب مع الآخر أي أن كان وكتبت كثيرون من أبناء العرب والمسلمين ينادون بالاختداء بالغرب يعني كلامه واضح أنه تحاملات والمسلمون وتغنى الشعراء العرب المسلمون بقيم الغرب من الحرية والمساواة الدمقراطية حتى صرنا مختنعين أنه الملاذ الأخير والنائم لما يعانيه الشباب العربي من فقر وبطالة وتخلف وأمية يعني المشكلة الآن أنه نحن مختنعين أن الشعراء العرب تغنوا بقيم الغرب من الحرية والمساواة وهذه قيم ما موجودة يعني كأنه ما كذب ومجرد الدعاءات لا توجد حرية ولا توجد مساواة ولا توجد دمقراطية في الغرب يعني ها هو يقول حتى صرنا مختنعين أنه الملاذ الأخير يعني الناس راحت الغرب والناس تتعبر بحار وماتت وفعلا الناس لم يعني هل شفت أنه واحد راح الغرب ورجع أو قال أن هذا الغرب ما لدأ إلا لأسباب مثلا كان متعصب دينيا مثلا إلى درجة كبيرة وقال أنا لا أستطيع لكنه لم يذهب أحده عادة يا أخي وجوز هو هذا نفس اللي كاتبه وعايش في الغرب ويقول هنه الملاذ لما يعانيه الشباب العربي من فقر وبطالة وتخلف وأمية هذا خلص سؤال هذا السؤال جيد يعني ليش يعاني الشباب العربي من فقر وبطالة وتخلف أمية هذا يجاهلها ويقول نحن نعاني من فقر وهذا عاد بالنسبة لي يعني هذا ليس سبب لأن يدعوه لأن يفكر لماذا لدينا فقر وبطالة وتخلف أمية لهو يتهم الآخرين بأنهم ليس لديهم حرية ولا مساواة ولا ديمقراطية ولكنه لا ينتفت إلى عدم وجودها أصلا لا وجود مساواة ولا وجود الحرية ولا وجود الديمقراطية وهو ما ينتفت لا يقول هناك أدهم حرية ومساواة لكن يدعون أن لديهم حرية وأن هؤلاء الشباب الذين هذا الغسيل الدماغ الفضائح الفج بس ما أعرف كيف ممكن يمرر على الناس ولا ما أعرف يعني أنا استغرب أحيانا الناس تصدق بهذا الكلام وتؤمن به وبعضهم يختلف وممكن أن يضربك إذا تحدثت معاه حول هذه الأمور ثم يقول هكذا كان الغرف في عون الشباب العربي بلاد الحرية والمال والانطلاق نحن حواس سعيدة مليئة بالثراء وقل لو ولو ولو حرف الألف ما هذا داعي المهم ولو وجهتهم ولو ها ولو وجهتهم إليه طمعا في الحصول على منافع مادية وبعضهم تأثر بعض حضارتي وثقافته وأصبح يتحدث بلغتي بعد ذلك فكثيرا من المثقفين بهرتهم أفكار كارل ماركس وجان جاك روسو بول سارتر طبعا هو هنا يستعرض يعني يقول لك أنا أعرفهم ذلك كأنما هو يعني قاريهم يعني هذا الديباجة دائما استشهاد بالأسماء الكبيرة حتى يأطي قيمة لنفسه بأنه يعرفهم وفكتور هيغو جورج هيغل وغيرهم الأدباء الماديين الذين آثروا الحضارة المادية على الحضارة الروحية يعني عندنا حضارة الروحية يعني عجبتني عجبتني كثير الحضارة الروحية الذين آثروا الحضارة المادية على الحضارة الروحية أنا لا أعرف الشيء اسمها حضارة مادية وأحسب حضارة الروحية هو بالأكس إذا أكو إذا فيه روح في العالم فهو في العالم الغربي الغرب هو الذي يحترم الإنسان لا تحترم الإنسان ما معناه يعني الغرب هو سيء في أفريقيا الفرنسيين سيئين في أفريقيا الأمريكان سيئين فعلوا العاجب ضد الآخرين الروس أيضا سيئين لا بس لكن هذا داخل الشعوب هو شيء مختلف والناس اللي عايشين داخل الشعوب أكون مساواة وقانون يفرض كل شيء على الجميع فأنا لا أتحدث عن السياسة أرجو فصل بين الأمرين السياسين طز فيهم كلهم لا أشتريهم لا غربا ولا شرقا ولا جنوبا ولا شمالا ولا قديما ولا حديثا لا رجال دين ولا رجال سياسة كلهم ما يشتريهم في فلسين والطز بأي سياسي منها لا أقول بالنسبة لي لا يعني شيء يعني مهما كان ولو كسبت الملايين منه والطز في الملايين كلها فحتى لا يتم ابتزازي بهذه الطريقة أو الهروب من مواجهة الحقائق أنه يتهم يوجه لك اتهام ويخلص منك يعني يخلص من الموضوع كله هي الطريقة العربية التقليدية هذا عميل هذا كافر هذا كذا ويحس بأنه قدم الجواب الكافي بحيث ما يواجه نفسه الهدف هو ليس أن يتهمك فقط لأن من يتهمك هو يحاول أن يدافع عن عرينة يحاول أن يدافع عن الحضيرة أو المستنقع الذي يعيش فيه ولا يريد أن يواجه الحقيقة ويقول هذا المستنقع الآسل الذي يعيش فيه والذي سبب رجل الدين وسبب رجل السياسة سبب الثقافة التي ورطناها من الماضي له من يدواجه هذا الشيء فماذا يفعل؟ يتهمك فعندما أنا أقطع لي كل الطرق أنا لا ملحد ولا كافر ولا عميل ولا خائن ولا محتاج أحد وهي قناتي اللي تجيني مورد من أيتها فقط ما عندي أي شيء ثاني آخر ولا أحتاج ما أحتاج فبالتالي يحبط بعض لكن هذا مغرر به لابد أنه يشوف لك حل يتهمك فيه حتى بس عندما أنا يتهموني دائما أفكر هذا لا يخدعني باتهامة أشوف هذا الشخص الذي يتهمني ما هي أوقادة نفسية ما هو الجانب الروح الذي دمره داخله وجعله يتحدث بهذه الطريقة هو الذي يعاني من آثار الحضارة المادية أو الحضارة القطيعية التي يعيش فيها نحن ياريت أننا حضارة مادية كان اللي عندنا حضارة مادية حضارة روحية لأن لا توجد حضارة مادية هاي كلام كلام سخيف لا قيمة له لا توجد حضارة الحضارة هي أصلا هي خلطة خلطة أخلاق على ثقافة على فن على أدب على فلسفة على فكر على معمار على موسيقى على علم على زراعة على تطور بجميع البجالات فلا توجد حضارة اسمها حضارة مادية هذا كلام يعني أصلا الحضارة هي منتج إنساني أو ظاهرة إنسانية مجموعة مجامعة من الناس والشعوب تجتمع في مكان في ظرف محدد وزمن محدد ومكان محدد يعني زمن على مدى مثلا قرنين أو أربعة قرون هذا تظهر بعد ذلك يجبون مباحثين يجدون منجزات هائلة هاي المنجزات لم تحدث بمادية يعني إنه مو تجيب حجر تضربه بحجر وتبني طابوقة على طابوقة وسميتها حضارة مادية أنت كيف تبني هذا الحجر على حجر ما هي الرؤية التي لديك يعني أنت كما يقول فلاطوني يقول لك أنه أنت تصنع كرسي فأنت يجب أن ترسم الكرسي في ذهنك وهاي هذا الفكر ليست أنه صحيح النجار يصنع الكرسي لكن الكرسي هو موجود في ذهنه قبل أن يتم صناته معناته يجب أن يبتكر يجب أن يفهم أن يجب أن تكون لديها ثقافة خاصة يجب أن يدير لديها ذوق في إنتاج هذا وهي كلها مسائل العلاقة بالروح إذا صحت يعني بالمعنى معنى الشائع للروح وليس المعنى يعني البادي حتى الدين يقول لك هناك الجسد والروح فالروح موجودة يعني تبقى مادة يعني حتى شوف الخلل بالتفكير الديني هي هاي الروح تطلع تطلع من الخشم ومن الأنف هي روح من الريح يعني حتى عربيا العلاقة بالهواء يعني النفس أيضا العلاقة بالنفس بالهواء فهو الروح والريح قريبا من بعضها فيقلك هاي الروح تطلع وتبقى هي موجودة وأيضا بعد ذلك تعود جسد يعني ويحتفي بالجسد بالجنة المادية التي يعني هو جنة الدين هو جنة مادية يعني يعني المفارقة فشي مسخرة بصراحة المهم هذا رجل يقول لكن في الأزمات تظهر معادن الرجال وتتعرض الثقافات التي بها عيوب يا والله زيان يعني وتنكشف أقنعت من كانوا بنات حضارة وهمية غشية أبصار المسلمين طوال عقود من الزمن وانبهروا بجدلياتها البوهمية وأفكارها الفلسفية العقيمة والعميقة والميتافيزيقية عقيمة وعميقة وميتافيزيقية أفكار يعني شون الكلام هذا جدليات البوهمية والله صديق هذا يضحكون بالله فراحوا يؤلفون الكتب والمجلدات ليعلموا المسلمين والعرب عموما أنهم في كل واد يهيمون وأن الحضارة الغربية هي المنقذ مما يعتقدون لكن اليوم وبعد تفشي مرض كورونا في العالم أجمع ظهرت بوادر انشقاق وكشفه الوجه الحقيقي للغرب الذي يبحث عن مصالحه للذي أوهم الناس من مبادئه ففي اليوم وبعد دخول الفيروس القارتين الأوروبية والأمريكية كشف الغرب عن وجهه القبيح والمشين وعن فكره العنصري المقيت وأنانيته المفرطة في الحصول على ما يريد بأي ثمن متخطين كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية أهلمنا مبادئ الإنسانية والأخلاقية يعني هو يمالته يعني هو يقول متخطي متعدين على كل العراف القيم الدولي اختفت قيم التعاون كما حدث في أوروبا لاحظوا هذا الكلام وظهرت مظهر جشع وهذه الأزمة وبينت مدى عن صنعتها يمت هذا شهر نيسان 2020 أول ما طلعت الكورونا وظهرت في أوروبا أكثر شيء في إيطاليا فهو كان يتشمت بالغرب ولم يدرك بأنه هذا التشمت بالغرب هو اللي بعد ذلك أدى بالغرب أنه واجه الأزمة وحلها وهذه اللقاء نشره للعالم أجمع يعني كل العالم استفاد من هذا المنجز الذي قدمه الغرب نفسه وهذا وكرر لأنه البعض لا بد أن يرجع أوتوماتيكيا لا يجب أن يكرر حتى يفهم الكلام عن الحضارة الغربية وليس عن السياسة الغربية أرجو التفريق بين الأمرين وأما من لا ينفع ما هو الدعوة تنفع ما هو الدعوة للتفريق بين الأمرين فهذا لا لا نفع فيه ولا دفع يعني ميؤوس أمره يعني لا شفاء فيه ولا نفع ولا دفع يعني مجرد بايروس حقيقي لتخريب المجتمعات ويبقاها نائمة في مستنقع الانحلال بجميع صنافه دعني لنشوف الثاني كمبوري شو يقول الحضارة الغربية تعيش أزمة فكرية لكن بعد الفاصل كمبوري الحضارة الغربية قول أنا معنا أول مرة أسمع به خلني نشوف بعد الفاصل ونختم بعد ذلك ونشوف ماذا قال الكمبوري ماذا قال الكمبوري الكمبوري قال الحداثة الغربية تعيش أزمة فكرية قال المفكر المغربي الدكتور إدريسي كمبوري أن الحداثة الغربية اليوم تعيش أزمة فكرية وإخلاقية بعد نهاية السرديات الكبرى التي كانت تصنع النموذج الغربي والآن هي وصلت إلى الباب المزدود وتحولت إلى نوع من العدمية وقال الباحث الغربي المغربي أن الحداثة ولدت لقيطة بدون أب ولا أم يعني الحداثة في الغرب ليست ليس لديها لا أب ولا أم لماذا لأنها أخذت البنهج العقلي من المسلمين والفلسفة من اللونان والقانون من روما يعني صار نكاح نكاح بين يعني نكح نكح المنهج العقلي للمسلمين وتناكح مع الفلسفة في اليونان وأنتج هذه الحداثة ولهذا السبب هذه الحداثة التي في الغرب ولدت لقيطة لأن الأب صار نكاح غير شرعي بين الأم الأب الذي هو يعني منهج العقلي للمسلمين والأم هي الفلسفة من اليونان والقانون من روما هذا تناكح وولدت الحداثة في الغرب وهذا يعني أنها ولدت لقيطة يعني هذا تحليل مفكر عظيم بالصراحة يعني أنا يعني أحسد على هذا التوليف العجيب أنه كيف ولدت لقيطة وهذه اللقيطة يعني معناها انتهت أوكي اللقيطة يعني أنتجت لنا والله عجيب بالله يعني ما أعرف الحداثة في الغرب ولدت لقيطة لا بأس يعني ماذا نفعل يعني الآن هذا شيء إنسان أو كائن أو مخلوق ولد لقيط يعني ماذا نرمي بالزبالة يعني يعني اللقيط يعني هذا الحكم يعني لازم نصدر عليه حكم أخلاقيا بأنه غير جيد ثم متى كان لدينا منهج عقلي لدى المسلمين أنا أول مرة أسمع أنه المسلمين كانوا منهج عقلي يعني يقصد منهج الفقه يعني ما أعرف يعني لو لم أخذ فكرة أنه العرب اكتشفوا فضيلتهم أو المنجز الذي يقدمون العالم هو الفقه أو علم أصول الفقه كما يقول الجابري وهذا علم أصول الفقه يعني بماذا استفادت به الأمم الأخرى هل الآن العالم يطبق علم أصول الفقه يعني لا أريد أن بس أتحدث حتى أختصر الموضوع هو وضعك ونفس عدواني المشكلة ليس معادات الغرب أو الحضارة الغربية لا المحاولة للدفاع عن المستنقع لأنه لا أريد أن يسقطني الآخرين فيما يتهمون به الآخرين يقولك أنت مع الغرب وتمنبهر بالحضارة الغربية لا تحدثني عن المستنقع الذي أنت تريد أن تخفيه الذي تريدني أن لا أنتبه له فأنت تتهم كل من يتحدث عن هذا ويقولك هذا المستنقع شوف الآخرين أين وصلوا يقولك لا أنت منبهر بالآخر يقولك لا أنا ليش تريد أنبهر بالمستنقع ما لتك يعني يقولك اترك الانبهار بالغلب هذا المستنقع ليش ما تنتظر له هذا النموذج من المفكرين هو الذي دمر مجتمعاتنا الذي هو يطوف حوله يعني الذي يعيش على أطراف المسجد أو على عطايا الشيخ ورجال الدين ورجال الحكومة السياسة لأن هؤلاء من مصلحتهم لا يتطور المجتمع وتطور المجتمع يتطلب مصاريف يعني يتطلب فلوس يتطلب شغل يتطلب عمل وهذه كلها هما يردون يأخذون فلوس جاهزة لأن رجل الدين قالك أنا ما أعطيني فلوس جاهز كاش أنا راح أسوي لك مصانع وأنتظر عشر سين تجيب منتج وأعمل لك مستشفيات وأبني لك إنسان حقيقي يمتلك حقوقه وبساوات بعد ذلك أنا ماذا يصيبني من هذا لن يصيبني أي شيء أما أولادي ما عنده مشكلة أولادي أبعثهم من الغرب يتعلمون ويدرسون وهؤلاء يبقون في حضيرة مجرد أتباع وهذا مستوهم مثل ما يقول الغزالي يعني منطق الغزالي أدى كتاب الجامع العوام عما في علم الكلام أعتقد الجامع العوام عن النقاش في علم الكلام يعني العوام الناس هؤلاء لا علاقة هناك طبقتان طبقة العلماء الدين وطبقة العوام أو الرأية فهؤلاء يبقون لجب أن يبقون كما هم ويجب أن نلجمهم كما نلجم الحصان ونضع الرسن على شفتيه ونقوده كما نشاء وهي هاي الفكرة هذا الرجل يتحدث يتحدث بثقة كاملة بالنفس وطبعا لا أقصد أنه مغربي وكل المفكرين العرب بالعراقيين والمصريين أكو عشرات من أدنين إنه نمونة شاع هو يقلدهم تماما فيقول بعد ذلك دعني أشوف آخر شيء وانتقد كامبوري بشدة ربط الحداثة الغربية بالألم وتعريف الحداثة بأنها هي الألم وقال أن التعريف الحداثة بأن الألم يجعلنا نقول بأن الصينيين والهنود والمسلمين عرفوا الحداثة قبل الغرب ما أعرف هذا كلام عجيب غريب أول مرة أسمع به يعني يبدو الرجل يتحدث كما يشاء شنو ألاخت ربط الحداثة الغربية بالألم وتعريف الحداثة بأنها هي الألم أول مرة أسمع به ما أعرف من قال هذا من الذي فعل هذا لم يذكر أي مصدر والغرب يقول أن الحداثة ولدت معه فقط مما يعني أنه لا يأتر بالحضارات السابقة ومساهمتها باستناعة حداثته ويزعم بأن الحضارة علمية لم تولد إلا في أوروبا ما أعرف هذا الشرام من أين يتابي هذا رجل يتحدث كما يشاء مثلا قال الغرب أن الحداثة ولدت معه فقط وهذا يعني هو طبعا ما يعني أنه لا يأتر في الغرب الحضارات السابقة عليه هو من الذي اكتشف من الذي اكتشف الآثارنا من الذي عثر على ابن خلدون ومؤلفات ابن العربي وأيضا مؤلفات حتى الطبري هو الغرب الذي اكتشفه تاريخنا القديم السومري والبابلي والكنعاني والمصري والأمازيغي من الذي يكشف عنه هو الغرب نفسه علماء الغرب ويقول لهم ما أنكروا أنكروا أن الحداثة قبل الغرب ما أعرف كيف يتحدث لا يحتاج يعني فيه غنى عن حديث عن أمثال ما يشابه هذا الكلام يعني يكفي أن تسمعونه لتعرفوا مدى التحافتين وهذا أختم بيقول بعد ذلك هاجم الكامبوري الفيلسوفين هيكل وهوبرماس ولماذا؟ لأنهم يقولون بأن الحداثة الغربية نشأت مع اكتشاف العالم الجديد في القرن الخامس عشر شنو مشكلة؟ ماذا أعرف؟ فتساءل كيف نربط نشأة الحداثة بغزو قارة أمريكا وبعد شعبها والسيطرة على مقدراتها ما علاقة هذه بتلك؟ يعني هم غزوا قارة أمريكا ودمروا الشعوب وقتلوا الإسبان والإنجليز وغيرهم وهناك دمروا الناس وقتلوا عشرات الملايين ما علاقة هذه بهذه؟ أنا لا أفهم يعني هم يقولون هابر مازي يقولون الحداثة نشأت بسبب اكتشاف العالم الجديد هو تحدث عن موضوع مختلف هو أكو جرائم هائلة وساهمت بها المسيحية أيضا لأنه شافوا بشر جدد قالوا هذول ربما ليسوا ببشر يعني كان يتعاملون معهم على أنهم ليسوا ببشر وتسألون هل هم من البشر يعني لأنه بسبب الغسيلة دماغ الديني المسيحي كان بحيث ما يتصورون أنه يكون بشر غير أنهم أما مسلم أو مسيحي ما يعرف شي آخر بعد فبالتالي عندما شافه والهنود الحمر قال لك ما هؤلاء يعني ثم ما علاقة هذه بالحداثة بالحداثة الحداثة لها علاقة بالنشوء المشتئل يعني بالظهور برجوازية يعني مخترعات الجديدة يعني اكتشاف يعني فكرة الأنوار التنوير وهي هاي صنعة بيكون والمنهج العقلي ومنهج التجريبي واكتشاف العالم الجديد أدى لتطور الصناعات مخترعات جديدة هي هاي العلاقة بالحداثة وأيضا تأسيس الملهج الألمي الحديث وأيضا مساهمة غاليليو هو لا يقول لا شوان يقولون أنه غزو أمريكا واكتشاف أمريكا العلاقة بالحداثة هاي شو علاقة بها على كل حال حتى ما طول أشكركم وهنا مهتم بتعليقات كلام في الصميم ويقول مشكلتنا الأكبر ليس الغرب لكن كيف تقنع الآخرين بأن الغرب ليس نموذجا لنتبعه شوفوا هذا هذا الكلام الذي يريدون أن يقولون هو على الهدف الاستراتيجي أن الغرب ليس نموذجا لنتبعه يا بلا بس أنت أيضا ليس أنت أنت لست بنموذج أنت فاشل من رأسك لأخمص قدميك فالغرب حالي ولي ما ريد ليس نموذجا على عين ورأسك لكنك تريد أن تقول أنا النموذج هذه مشكلتنا أخي مشكلتنا أنت من تتحدث من تدعي من تكذب من لا تتورع عن فعل أي شيء في سبيل الدفاع عن المستنقع الذي أنت مسؤول عنه الذي أنت صنعته أنت وتراثك وتاريخك بأكمله شكرا جزيلا وآسفة طالعا ومع السلامة وأتمنى أن أسمع تحليقاتكم وأرأيكم أنا بالصراحة يعني ربما بالغت بعض الأياء أنا جزي رأيكم واسمع عليكم بهذا الموضوع وهو السؤالي هل أن الغرب هل علينا أن ننبهر بالغرب أو لا أو على العكس نستمر في نقده وتجاهل ما نحن فيه مع السلامة اشتركوا في القناة